الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة الى انقرة او اسطنبول يعني لسه مش عارفين في تركيا خلال نهاية هذا الشهر يعني 27 28 زي ما قالوا في الصحف وده على عهدة الصحافة التركية اللي احنا تبعناها النهاردة فبالتالي الرسالة ان احنا عايزين نقول انه علاقتنا مع الدول يعني علاقات احنا سبتين في مكاننا في موقفنا مبادئنا اخلاقياتنا وامننا القومي ومصالحنا والاخرين زي ما احنا بنقول بنمد ادنى بالسلام والسيم للجميع شرط انه يحترم الدولة الوطنية المصرية وحدة الدولة المصرية عالم التدخل في الشؤون الداخلية طالما تحقق هذا احنا بنمد ادنى للجميع ايضا انه يبقى في حاضنة لدى هذه الدول لجماعات ارهابية احنا بشكل واضح ضد هذا والدولة المصرية اعتقد انها ضربت المثل في الوضوح والشفافية السياسية بعيدا عن الالعيب السياسية مصر بتتكلم بوضوح احنا ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول احنا مع الدولة الوطنية مع الجويش الوطنية ضد الميليشيات ضد اعتداء على ايه دولة عربية طالما انت موافق وانا موافق على هذا كلام خلاص ما فيش مشكلة عندنا علاقات طيبة بتتطور وبتتحسن مع الوقت بين القاهرة وانقرة واعتقد ده هيلقي بزلاله على الامن في حوض البحر الابيض المتوسط في كل الاحوال يعني انا في تقديري انه الكلام اللي قاله السفير المستشار المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية احمد فهمي انه الرئيس هنأ الرئيس الدراء اليوناني واشاءت بالعلاقات ويأكد العلاقات واكد الاعتزاز لكن ربما دايما انا اهتم اكتر بما لم يتم الاعلان عنه يعني ما تم الاعلان عنه ده اللي حصل لكن هو حصل مية في المية لكن اكيد مش كل اللي حصل لانه دايما خلينا احنا بتكلم في الاعلان السياسيين او المسؤولين ما بيقولش كل حاجة ومش شرط يقول كل حاجة لانه ده اساسي في ايه حاجات